موسيقى هدف اي جهد تبزله الدولة لتحقيق التنمية والمواطن بعد تبني الحكومة المصرية مؤخرا برنامجا طموحا للاصلاح الاقتصادية عملت في ذات الوقت على تنفيذ برامج ومشروعات حماية اجتماعية من شأنها تخفيف الاثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة الدولة خصصت من الموازنة العامة ما يزيد عن تريلونين جنيه خلال الثمان سنوات السابقة غير ان مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ارتفعت من 229 مليار جنيه عام 2013-2014 الى 312 مليار جنيه عام 2020-2021 كما تضم برامج الحماية الاجتماعية ومبادرتها المختلفة دعم السلع التموينية حيث بلغ اجمالي مخصصاتي حوالي 559 مليار جنيه يستفيد منها 64 مليون مواطن وذلك في ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014-50 جنيه واطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وقرامة في مارس 2015 ضمن الجهود المجزولة لتطوير شبكات الامان الاجتماعية وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاشي الضمان الاجتماعي وتكافل وقرامة نحو 121 مليار جنيه وهو ما ساهم في نمو عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1.7 مليون اسر في 2014 الى 4.1 مليون اسر في 2028 وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية التي كان لا تأثرها السلبية على كافة الدول جاءت توجهة رئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في اجراءات الحماية الاجتماعية وذلك باتخاذ حزمة من القرارات لمجابات الازمة وها هي الحكومة تعلن عن بدء تنفيذ هذه الاجراءات التي تشمل زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية يستفيد منها اكثر من 37 مليون مواطن من المقرر تطبيق هذه زيادة بداية من شهر سبتمبر المقبل كما ان وزارة التضام الاجتماعي بدأت الخطوات الفعلية لاضافة من نصف مليون اسر لبرنامج تكافل وكرمة والمقرر بدء صرف المعاشات الخاصة بها اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل وذلك بتكلفة تصل الى 3 مليارات جنيه اضافية تصرف من الاحتياطي العام بجانب ما وعد به التحالف الوطني للعمل الاهلي التنوي باضافة 600 الف اسر لبرنامج تكافل وكرمة بواقع 420 الف اسر ستحصل على دعم النقدي كما ان التحالف سيكون ايضا بتوفير الدعم الغزائي لمائة والثمانين الف اسر بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الاسر المضافة فهي اجراءات تعكس المعنى الحقيقي للجمهورية الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بكرامته من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة وده هيكون موضوعنا اللي هنتكلم فيه زي ما تبعنا من خلال التقرير بعض العنوين المهمة مع طبعا الوضع الاقتصادي الضاغط على العالم كله وتضخم غير مسبوق وارتفاع طبعا في تكاليف المعيشة جات القرارات المهمة والانسانية الحقيقة انه زي نساعد المواطن الاكثر احتياجا انه مع الغلاء ومع الاوضاع الصعبة دي يقدر ان هو يتعامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية واجراءات مهمة سواء طبعا التضامن التموين التحالف الاهلي للعمل التنموي كلها منظومة واحدة بتشتغل علشان تحقق الهدف اللي بنتكلم فيه تفاصيل اكتر هنعرفها من ديوفنا خليني ارحب هنا في السوديو باستاذ محسن سرحانا الأسعود والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اهلا وسهلا بحديك يا سيد محسن وهو ايضا الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري اهلا وسهلا باش مهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين اهلا وسهلا بيك يا باش مهندس اهلا بحضرك ومسخر عليكم مشاهدينك الكرام ان شاء الله كون مرنامي بناجح ربنا يخليك باش مهندس عبد المنعم يعني عايز ابتدي بمع حضرك تدينا فكرة وكده ايه الشغل ايه القرارات والاجراءات اللي تخص وزارة التموين وغيرها يعني انا فهم ان الحكومة دلوقتي شغالة مع بعض على قلب رجل واحد كل وزارة في ملفها بتشتغل عشان تحق الهدف المكلم فيه طيب في بداية الكلام نقول بس هي نجاح الدولة في ظل الظروف اللي بنمرها العالم كله في زي ما حضرتك قلتي التنصيق الكامل حد الشغال في معزلها التاني عشان بس ما نقولش وزارة عن وزارة واقول اوزك وزارة التموين يعني وزارة التموين والتجارة الداخلية لها دور وزارة التضامن لها دور جاي لهاس الخدمة الوطنية دور قابل ادارية كله شغال في التنصيق كامل طيب لما في ظروف اللي مر بقى العالم كله من كورونا وحرب اوكرانية اثرتها على متضخم زي ما حضرتك اشارتي كان هناك توجيهات من القيادة السلسية في خامة الرئيسة عفل تحسيني بحزمة اجراءات للحمية الاجتماعية للحد من رفع الاعباء عن المواطن المصري مش هعارف بقى حضرتك يعني ده ما يخصوناش او برضو المنمج اول حاجة خمسمائة جنيه معاشة السلسنائي لبعض الاسر المحتاجة ومش هتكلم عليها دول هتكلف الدولة خمسة ونص مليار جنيه لمدة ست شهور في الشق الخص وزارة التموين كان هناك زيادة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تتكوين من اسرة واحدة زيادة 200 جنيه للبطاقة التي تتكوين من اسرتين 300 جنيه للبطاقة التي اكتر من اسرة اللي هي المركبة لثلاث أسر هيتم الصرف دول من واحد تسعة يعني خلال أيام بسيطة ويمكن فخانطة الرئيس وجل مع الوزارة التموينية التجارة الداخلية بتوفير ما يقرب بمليار جنيه زيادة شهريا سلعة التموينية لازم تكون متوفرة في المجمعات السلليكية اللي هي تمسد 1300 او من خلال منافذ البدلين 40 الف فرع على مستوى الجمهورية وفعلا تم توفير السلعة وتم ضخاف المجمعات وجهزينها للصرف بعد اعتماد طبعا المالية لهذا المبلغ لان ده يتكلف شهريا يعني تحدثنا بالزبط 233 مليون جنيه شهريا في حدود 6 مليار جنيه برضو من ده وهنا نتكلم برضو فيه 2 مليون كرتونة يمكن برضو هيتم صرفهم شهريا برضو الكرتونة تكلفة الكرتونة 120 جنيه هتوزع ب50 جنيه بجانب دي وزارة الدفاع مع وزارة التضامن بجانب برضو اللي حوم الأضاحي لسه مستمر فيه هيتم الصرف طبعا من قولت واحد اعتمد الزيادة 5 سلعة التموينية في منافذ وزارة التموين برضو عشان يكون هناك فرصة لان الواحد ياخد احتياجاته باكتر برضو من ضمن المزايا اللي حصل في هذه الفترة كان المواطن بيحصل على التموين مرة واحدة في الشهر لا الحمد لله في خلال 6 شهور ده ممكن يحصل على مرة او 2 و 3 وده برضو انسيابيله وحرية انه يختار حاجاته الاساسية لبيته في الوقت الواطن في طبعا الشروط هنتكلم فيها بتفصليا لما هدكت جنيه كنا فيه الصرف ازاي بداية الصرف من واحد البطاية هارجع لحضرتك فيها باش مواندس ساذ محسن تحالف الوطن عمر الاهل الحيئة يعني اثبتوا عن جدارة انه في ايده في ايد الحكومة والهدف هو المواطن التنسيق اللي حصل ما بينكم ودوركم بقى في الحماية الاجتماعية وتخفيف الاعباء طبعا انا هكمل من نقطة الاصارة الباش مواندس انه محدش دوقتي في البلد شغال يعني منعزل عن التاني واحنا التحالف الوطن العمل الاهلي يعني كجهة بتحاول على قد ما تقدر انها تنظم شغل القطاع المدني في مصر طبعا الجامعات في مصر قطاع عريض وقطاع قوي جدا احنا اكتر من يعني اكتر من اربعين الف كيان شغال في جمهورية مصر العربية في كل شارع وفي كل بيت وفي كل حتة فكيان داي يعني يثار دايما لا هم جماعات بس كبيرة اللي شغالة والباقي الجامعات لا الجامعات القطاع المدني في غاية القوة وكل كيان من الجامعات الكبيرة بيشتغل كمظلة كنا محتاجين بس التنسيق وكل واحد شغال في ملف واللي حصل دلوقتي يعني لو حنتكلم على التنسيق انا شايف انها سابقة في عالم التنمية سواء في جمهورية مصر العربية او يعني بكل وضوح والتاريخ يشهد بذلك يعني اللي حصل ده ما حصلش في اي دولة في العالم قبل كده يمكن كان فيه بعض المحاولات لتنسيق عمل الجامعيات بهذا القرب اللي احنا شغالين به اتعاملت فيه ممكن في بعض الولايات في امريكا او في بعض الاماكن في يعني في اوروبا الغربية لكن كانت الجامعات بتتحد مع بعض عشان قضية معينة ومربوطة بفترة زمنية وبعدين خلاص لكن احنا دلوقتي بنشتغل كلنا على قلب رجل واحد القطاع المدني في مصر واخدين ملفات يعني احنا التحالف من جوه مقسمين نفسنا للجنة للامن الغذائي والدعم المقضي لجنة للتنمية الصحية ولجنة للتنمية الاقتصادية وتوليد الدخل على حسب الظروف طبعا اللي بتمر بيها البلد عمل اللجان بتاخد اولوية لجان عن لجان فاحنا حاليا مركزين طاقتنا كلها في الامن الغذائي والدعم النقدي وحنطلع منه ان شاء الله الى خطة للاستدامة ان احنا نحاول نمكن المستحقين اقتصاديا بحيث ان احنا نفز اوت او نطلع من هذا الدعم وإلى ان الناس متحكمة في مصائرها بايديها يعني بيأكلوا من ايديهم يعني زي ما بنقول اللي بيحصل دلوقتي حاليا ان احنا طبعا الحزمة الدعم الاجتماعي للدولة اعلنتها ده اكستنشن او فقرة جديدة لشبكة قوية جدا للحمية الاجتماعية قائمة بالفعل برنامج تكافل وقرامة دلوقتي يوصل لأكتر من خمسة مليون اسرة في مصر ده يعني طبعا شبكات التموين يعني بتمس يمكن اكتر من ستين سبعين في المية من الهاوسهولز في مصر احنا من جانبنا في الالتحالف احنا التزمنا ان احنا نتولى ستمائة الف اسرة في الفترة القادمة ربعمية وعشرين الف اسرة حنوفر لهم دعم نقدي متوسط خمسمائة جنيه ومية وتمانين اسرة حنوفر لهم دعم غذائي بما يوازي نفس المبلغ شهريا ايه الفرق وليه دول دعم نقدي ودول غذائي على حسب احتياج الاسرة برامج الحمال الاجتماعية يعني مثلا احنا اخذ تكافل وقرامة على سبيل المثال هو يبان في ظاهره ان انا ممكن اكون بوزع شهريات لكن ده برنامج تنموي محكم ووراء سنين من الدراسات والادلة اللي ده من انجح الطرق للتخرج من الفقر فيه اسر معينة لما انا بديها هذا الدعم النقدي وفي نفس الوقت بيبقى مشروط فانا بقول لا لازم ابنك يخش المدرسة عدد معين من الحضور والغياب ويروح لي واحدة الصحية يكشف عدد معين خلاص يبقى انا فيه شهرية هتطلع ده من اكثر الطرق نجاحا ومقاصة من اكبر إجهات البحثية في العالم التخرج من الفقر فيه انواع تانية من الاسر بيكون الاحسن ان انا اديهم دعم غذائي مباشرة مش نقدي لأسباب ان فيه تركيبات معينة من الاسر انا لو ديتهم دعم نقدي بص يعني مش عايزة حتكلم بصراحة شديدة الستات لو مسكت الفلوس في ايديها ايوة بتأكل عيالها اه طبع و بتصرفها صح ايوة انا فكر حاجة تانية الرجالة ما بيمسكوا فلوس في ايديهم مش دائما دا لدي اصلوا اللي انا بقولوا ده لا ده احنا بيوتنا كل احنا عارفين يعني الابحاث والدراسات كلها اللي ايا دعوة بتخرج من الفقر بتقول كده لو عايز تدي شهريات مسكها للست وزيرت مالية حلو للست في ايديها يعني فيه دراسة حالة وكل اسرة واشتراطات فوق ما تتخالي فوق ما تتخالي وانا بعد اي مواطن مصري بصفتنا احنا التحالف كلنا مؤسسات مال عام وكلها مؤسسات يعني من المصريين وللمصريين اللي عايز شرفنا في اي من المؤسسات التحالف في اي وقت من الوقات انا احكلم مثلا يعني على بنك الطعام تحديدا يعني بيوتنا مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة في اي وقت عايز يجي وشوف الطريقة المحكمة اللي بنشتغل بيها في اي من المؤسسات التحالف وازاي دلوقتي انت عندك 24 جمعية وتحتهم بيشتغل مثلا حوالي 30-40 ألف جمعية والجمعيات دلوقتي بتشتغل قادمة بينات واحدة فاحنا قادرين نعرف المواطن اللي احنا بنخدمه من اي جمعية في مصر المواطن ده بياخد اي من الجامعات التانية وبياخد ايه كمان من دعم في الدولة وكده يعني عايش بقاش في ازدواجية وفي اكترار المستعدة بس كده نحن خففنا الازدواجية لأنا يعني اجزم نحن قادرة على الازدواجية تماما فكل مواطن نحن عارفين بالزبط ايه دعم الاجتماعي حدك كده احنا قلنا 600 ألف أسرة ما بين دعم نقدي ودعم غزائي هرجع حدك برضو المزيد من الاجراءات بقى والتفاصيل والاشتراطات لكن على ذكر الشروط والمعايير وقاعدة البيانات طبعا احنا الحمد لله رب بقى الاول مرة عندنا قاعدة بيانات في الدولة المصرية تسهل لنا احنا محتاجين نساعد مين وفين في القصة بتاعة التموين يا فندم قلتلي في 100 جنيه وفي 200 جنيه وفي زيادة في السلعة الغزائية في اشتراطات او معايير هل كل اللي معطق التموين احنا مستهدفين مين يا باش مهانس لا هو بس عشان يبقى المواطن واضح ونتكلم بشفافية وفضوح عشان الموضوع الصرف هيتم من واحد تسعة من واحد تسعة احنا عندنا 23 مليون بطاقة تموينية مستفيد منها 64 مليون اللي هياخد هذا الدعم تمانية وستة من عشرة مليون بطاقة هيمثل تسعة واحد من عشرة مليون أسرة ما يستفيد بسبعة وتلاتين مليون مواطن اللي طبعا اللي مرتبه اقل من 2700 جنيه اللي معاشه اقل من 2500 المرأة المعيلة والعمالة الغير منتظمة والزواج الاحتياجات الخاصة وطبعا اللي اكثر احتياجا هتقولي ازاي احنا نهارده في تحول رقمي ونهارده في قاعدة البيانات السلمة بين الوزارة وبعضها فالموقع ده بقت متوفرة من وقتنا يقولي انا هعرف ازاي هقولي وانت مكانك مش مطلب منه حاجة ولا ولا يقدم حاجة ولا اي حاجة احنا عنده لها تحول رقمي البيانات كلها موجودة وفي دراسات كاملة عندنا استراتيجات من زمان ودرسين هذا الموضوع مع وزارة الضغم المعاجيات هو هيجيلك على بون العيش انت هتصحك 100 جنيه زيادة هتصرف 100 جنيه زياد وصرتين هتصحك 20 جنيه هتصحك 300 جنيه واحد مكانه هتجيول على بون العيش ولزاك لما كنا بنتكلم على التحول الرقمي وتسجيل رقم التليفون للواحد عشان الرسالة هتوصله صح دي بقى جينا للمربط الفرس النهاردة ان الرسالة هتوصلك على الموبايل بتاعك وليه احنا بنطلب رقم الموبايل المسجل في الشركة عشان متراشطه الفطابور عشان متراشط ضايع يوم في البيانات عشان متراشط ده لا هيجيلك على بون العيش النهاردة ليه تصحك كسر هيصرف هيصرف ازاي برضو تصدر من معلوزير التومين ترون على المصلحة التوجيه 28 بقيلية الصرف البطاقة اللي 4 افراد هتاخد 100 جنيه كنت بتصرف 200 هتاخد 300 يعني زيادة مش بسيطة كان كل بطاقة تاخد زيت الفرد الواحد زيت 800 ملي هياخد 2 كل سكر 4 زيت ده الفرد الفرد على البطاقة 2 كل سكر هنا بحد اقصى 4 زيت بحد اقصى 8 كيلو سكر الرزة هياخد كيلو رز البطاقة الاكثر تاخد 2 800 كيلو ماكورونا ايه 800 جرام ماكورونا او الاكثر هتاخد كيلو نص كيلو 600 ماكورونا ده قالية الصرف هيجي واحد موقع تقول افراد انا زيت 5 جنيه او زيت ما تقلقش عاملين حسابتك في كل حاجة في التوجيه عامد البقال هتدفع الفرق 5 جنيه لو زيته عن المال يعني ايه دي يعني ممكن نقولك اني النهاردة انا عاوز ااخد دول بس فيه فرق 5 جنيه مباني الدعم وكده ونقف بقى نتلكك ونعمل لا ادفع ل 5 جنيه الفرق لغاية 5 جنيه وفي تعليمات اصدر معالي للوزير ممكن يعني معالي للوزير يعني عنده خبرة عالية في الحاجات دي اصدر تعليمات وتوجيه رسمي لقالية الصرف من 1-9 الكلام ده قلت حضرتك هيوفر ملون جنيه ووفرنا سلع زيادة زي التونة قلت لي احنا 600 ألف أسرة ايه تاني برضو بنشتغل عليه توزيع بقى المهام في الجمعيات واختيار الناس بقى بص ازاي ما قلتلك اختيار الناس احنا كل الديتابيزز او كل قواعد البيانات لكل الجمعيات دخلناها على سيستم واحد ونضمينا الى السيستم ده كمان ديتابيزز من بعض الجهات في الدولة قدر انها فعلا تعرف مدى احتياج هذا المواطن للخدمات والحمال الاجتماعية وضمينا لها كمان الديتابيز بتاعة وزارة التضامر فحنا كده جماعات مصر كلها والحكومة شغالة في انظمة الحمال الاجتماعية على الديتابيزز واحد فحنا قادرين نستهدف بكل دقة ونقدر ان احنا نراعي برضو نوع الخدمة ان هو بيقدم للانسان اللي يستحق وتفيدوا هذه الخدمة طب انت بتوصل لغاية الباب ولا زي ايه ما فيه برض ولا ده موجود مع قوافل برضو الكاراتين وسائل الغذائية يعني الشغل ماشي ازاي بوسي لو حتكلم مثلا على نموذج مثلا تعني نتكلم الكارتون بتوصل ازاي للمواطن مثلا في الاخر مثلا فاحنا الوقت الكاراتين عندنا بتطلع حاجات منها بتطلع مركزيا من القاهرة وبتروح المحافظات وحاجات تانية من الماكن المحلية وبتروح للناس على طول احنا خلو اتكلم على بنك الطعام احنا تحتنا حوالي 5000 جماعية شريكة جماعية اللي هما جوة المجتمع فعارفين بيت بيت الجماعية دي الاول بتديني ابحاث اولية فبتقول لنا الناس دي مستحقة بننزل من عندنا فريق باحثين فريق الباحثين ده شغالين يعني باحثن انظمة البحث يمكن في الدنيا شغالين بتابلت يعني بصوفتوير اسمه سيرفي سيتيو لو احد شغلت الابحاث حيبعرف هو العارف ذهبي للابحاث في الدنيا كلها وبتجلنا الابحاث دي على الكمبيوتر واحنا عادين في القاهرة فبنقدر نفريفاي اللي جايه من الجماعيات مع الناس بتوعنا عملو يبقى خلاص هذه اسرة مستحقة طب احنا بنتكلم في عدد المستفيدين او المستحقين اللي التحالف شغال عليهم قد ايه فان وقد ايه برده زادوا مع الازمة العالمية احنا حاليا دلوقتي اللي شغالين عليها حوالي 600 الف شهريا اه انا مش اظن انا متأكد ان احنا الفترة الجاية ممكن احنا نقدر ان احنا نرفع الالتزام ده لو الازمة استمرت لان ده اللي انا بشوفه في مصر في اي ضغط بيحصل على المجتمع المصر شهناك كتير جدا يعني زي ما وزعنا كده او يعني كبرنا مظلة الحمال الاجتماعي تكافل وكرامة في كل فترة يعني برضو بحصل في الازمات فريد من فعلا يعني ادراساتي كلها على المجتمع المدني يعني في كل دول العالم البلد دي البلد الوحيد اللي كلما بتضغط الخير بيطلع فيها اكتر والقطاع الخاص بتلاقيين ان هو بينور اكتر يعني القطاع الخاص مثلا ممكن في دول تانية في الانظمة الغربية فممكن بيتوحش في الازمات القطاع الخاص المصري في الازمات بينور وخير وبيطلع اكتر وكل المصريين مهما كان الضغط عليهم بتلاقيهم بيزودوا عطاءهم بنشوف الجماعات بكل وضوح فأنا متأكد ان ان احنا هنقدر ان شاء الله نسد في الازمة دي ومتأكد مليون في المية انا عايز اطمن المصريين كلهم ان مفيش حد ساكت الا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى قدام كل بيت مستحق ومحتاج في مصر وحتعدي مصر من الازمة دي وحتعدي اقوى من الاول ب60 مر لان اللي حصل ده صعب يعني صعب يحصل كل الحاجات دي في نفس الوقت تاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي انت اشرت الجزئة مهمة جدا المعدن الاصيل والقطاع الخاص والدور التكافلي وانحنا نشيل بعض وقت الازمات والخير هنا بيبان واحنا في امس الحاجة اللي طبعا مع الازمة العالمية ونعدي منها زي ما عدينا بكتير من الازمات قبل كده ان شاء الله بتكاتف الشعب المصري وانحنا كلنا نكون خايفين على بعض وعلى بلدنا كل التحية طبعا والشكر لضيوف الكرام من قشفة طبعا على ديء الوقت لكن ان شاء الله الحديث بقية لان شغل طبعا وجهد مشكور بشكر بشمهندس عبنقم خلي رئيس قطاع تجارة داخلية بوزارة التموين واساز محسن سرحان عضو التحالف الوطن العامل اهل التنموي الرئيس التنفيذ البنك الطعام المصري شرفتونا ونورتونا بشكركم شكرا جزيلا دلوقتي هسيب حضراتكم بقى مع اليوم الحداشر الحافلة الحداشر لمهرجان الموسيقى والغناء مهرجان القلعة واستكمالا بقى للنجاح ويعني للحضور الجماهيري والشغل الراقي الحقيقة اللي بيدل على انه الفن المصري بخير هيحييها الفنانة نسمة محجوب وفي حفلة تانية كمان هتكون للفنانة حنان ماضي ان شاء الله تستمتعوا واشوفكم ان شاء الله دايما يا رب على كل خير